يعني في خوف وقلق في الشارع المصري بصورة كبيرة جدا بسبب فكرة التعويم يعني لما تيجي تكلم اي حد دلوقتي وعلى فكرة الشعب المصري دلوقتي يبقى عنده وعي كبير جدا بفكرة التعويم والمصطلحات الاقتصادية فلما تيجي تكلم اي حد دلوقتي مصري يقولك خايفين ودخلين على تعويم ودخلين على مشكلة اقتصادية كبيرة فإحنا عايزين نشرح للناس ببساطة يعني إيه تعويم وإيه الحلول الثانية اللي موجودة أمام الدولة المصرية اللي ممكن تتبع الحكومة غير التعويم للوقوف أمام هذه الأزمة التعويم مبدئيا مع الحالة المصرية هو تخبيض لقيمة الجنيه يعني التعويم المفروض أنه هو التعويم ترك سعر الجنيه لقليات السوق للعرض والطلب لكن مع الحالة المصرية هو ملوش على معنى واحد هو تخبيض لقيمة الجنيه لأن كل تعويم بنشاده هو معنى تخبيض لقيمة الجنيه وزيادة لقدرة العملات الأجنبية على حساب قيمة الجنيه هل هذه الحالة تناسب الاقتصاد المصري لا أعتقد ده بالمرة ويمكن دائما بنوصي أن لا للجأ إلى التعويم لأن التعويم يعني دائما بيقول التعويم هيخضي على السوق الموازنة لا اللي احنا شفناه أن التعويم لم يخضي على السوق الموازنة الموازنة بل زاد من حدة الأثر لو النهاردة عاومنا النهاردة عن 100 جنيه هتلاقي بقرأ السوق السوداء ب120 أو عاومنا عند 200 هتلاقي السوق السوداء دائما فيه فجوة وبيحافظ عليها السوق السوداء للحفاظ عليها لأن خلينا أقول لحضرتك برضو الناس كتير بتنتفع من هذه المضربات وخلق الأزمات الشارع كله زي ما حضرتك بتقول النهاردة بقى بيسمع عن التعويم وبقى مترقب لتعويم خلينا أقول لأن احنا بقى نتوقع التعويم أو بنتوقع ارتفاع معدل التضخم هو دوت المشكلة اللي بتزود معدل التضخم بيخلي السلوك الإنفاقي للمواطن المصري حتى البسيط إنه هو بدل ما هو بيختفز بقيمة العملة اللي هي الجنيه في جيبه النهاردة بتدى يحولها إلى سلعة باعتبار أن السلعة هي مخزن قيمة أكثر من قيمة الجنيه نفسه وهي أقول لحضرتك هي دين خطورة في الوقت الحالي طب إيه اللي حلول يا دكتور اللي ممكن تكون موجودة أمام الحكومة غير التعويم طبعا هي النهاردة الحكومة الدور النهاردة اللي احنا يعني خلينا نقول بصراحة إنه هو إحنا كلنا بنطالب بيه اللي عاوزين نشهده على أرض الواقع إنه احنا نشوف آليات الدولة وأظافرها النهاردة الناس اللي بتاجر في السوداء وبتاجر في أخوات الشعب في السلعة الأسية بتضرني وبتضر كافة الشعب النهاردة الدور الأمن والدور اللقابي لابد أن يستشعروا المواطن البسيط يعني هو غير مشرع بالطبيعة الحال فلابد من وقفة أمنية ووقفة يعني منقول يعني انضباطية من قبل الدولة يستشعر من خلالها المواطن إن الدولة لديها ما تمتلكه من إمكانيات لضبط أسواق الصرف وضبط أسواق السلعة سوء الصرف اللي احنا بتكلم عليه سوء سعر الدولار هو مش ماجهش من سعر الدولار بس لكن ده هو فيه جزور تانية جاية من المتجرة بالسلعة الأسية اللي خلقت فجوة الدولة النهاردة تخلت عن مخزونها الاستراتيجي لسد الفجوة أو لزيادة المعروض للسيطرة على الأسعار اللي تسببت في رفع معدل التدخم من جهة وخلقت ضغط على أمن الصحبة من جهة الأخرى إن الدولة بتدت تسعى إلى توفير أو سد الفجوة اللي تم انفقها من السلعة الاستراتيجية حتى يكمل فيها المخزون الاستراتيجي فكل دور في أوقات غير المحددة لها غير المخطط لها في الموازنة العامة فيعد ضغط آخر على سعر الصرف عشان كده بنشوف أن سعر الصرف بيزداد ضغط كل يوم على جنيه نفسه وخلينا نقول برضو إن إحنا نفسنا كمواطنيين بينها بنزوج في دور إن إحنا بتدين سلوكنا الإنفاق يتجي إلى تحويل الجنيه إلى سلعة السلعة بديلة السلعة السلحية وهو ده السؤال يبقى لحضرتك دلوقتي إيه المطلوب سريعا عشان وقت حلقتنا إيه المطلوب من المواطن البسيط في ظل ارتفاع الأسعار اللي موجودة في السوق المصري توا خلينا نقولي إن إحنا في أزمة كلنا متدرجين منها فالنهارده فكرة الاحتياجات الزيادة أو العدم الثقة في قدرة الجنيه وتحويله إلى سلعة السلعة النهارده بتخلق أزمة إذا كنت النهارده بتسد حاجتك لشهر القادم فالنهارده أنت بتأزي نفسك لشهور قادمة فهي الفكرة النهارده ده اللي مكلم بيه المواطن لكن طبعا من قبل دور الدولة الدولة النهارده عليها دور كبير جدا استشعار المواطن بالدور الأمن والرقابة على سوق الصرف وسوق السلع أعتقد إن هيبقى ليه دور كبير جدا زيادة الرقابة على أسواق السلع سوق السلع هيبقى ليه دور كبير جدا إن الناس تستشعر بالدور الدولة وقالياتها الموجودة لضبط الأسواق قبض على المحتكل السلع والإعلان عنهم بصورة العلنية حتى يستشعر مواطن الموضوع النهاردة بعد دعائي أكتر منه اقتصاد يعني النهاردة بتكلم حضرتك في قاليات اقتصادية اللي بنشهده في السوق المصري النهاردة لا تمت الاقتصاد بأي سلع المضاربات اللي بنشهدها في ارتفاع أسعار سلع أساسية ارتفاع أسعار حديد ارتفاع أسعار أسمن أرقام لا تعرف للاقتصاد سلع اللي بنشهده النهاردة في السوق اللي بنسمعه حتى في السوق الصرف السوق الموازي السوق السودة أرقام مبالغة جدا وحتى اللي بيسأل طب اللي بيشتري الدولار ده في الوقت الحالي بيشتري بالسعر ده ليه لما استراد تقريبا أغلبه عليه قيود